تسريح يعتبر الأول من نوعه يعد به المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي في خرجة غير متوقعة تزامنت مع اليوم الأول من انطلاق التسجيلات الجامعية التي ضمت أكثر من ربع مليون طالب عبر الموقع الإلكتروني حصريا حيث أدرج حجار مواصلة تسيير الشؤون الجامعية والاجتماعية في الجزائر بنفس الطريقة في خانة الخطأ الكبير وهو ما يستدعي حسبه إعادة النظر في الخارطة الجامعية من حيث التخصصات بطريقة منطقية لضمان الاستغرال الأمثل والرشيد للإمكانية الموجودة وذهب بعيدا عند مقال تسيير الشؤون الجامعية الاجتماعية فيه خطأ كبير ولابد أن نعترف أنه حان الأول لكي نعالج القضية بصرام وفن عمق كاشفا عن تنظيم الندوة وطنية ستكون خلال السنة الجامعية القادمة سيحدد فيها إعادة النظر بصفة جذرية بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية الجامعية وفي طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطالبة حتى يكون وفقا لوزير التعليم العالي أكثر عقلانية لأن أثاره الإيجابية غير ظاهرة رغم أنه دعم كبير ولا نجد أحدا راضيا بهذه الوضعية يقول الوزير إذن الدخول للجامعي لطبعة 2016-2017 سيحمل الكثير من المستجدات للطلاب الجدود وفقا لتصريحات حجار الذي قال بأن البطاقة المغناطسية ستعمم وستشترط لدخول الأحياء الجامعية وستحدد أيضا مدة البقاء في الإقامات مستدلا بأرقام بحوزته تشير إلى أن عدد كبير من طالبة أنهوا دراستهم لكنهم لا يزالون يقطنون الأحياء الجامعية وبخصص مشكل إفادي الطلب لتخصصات خارج ولايتهم كشف حجار عن سعي مصالحه لإدراج تخصص واحد على الأقل يكون ذو طابع جهوية وطاني في كل جامعة موضحا نطمح لإخراج بعض التخصصات خارج المدن الكبرى من أجل تكافؤ الفرص بين الولايات وهي العملية التي شرعنا فيها خلال الموسم الجامعي الحالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر